ومن الشمال إلى الجنوب ومشهد التصعيد يتكرر في قطاع غزة الجيش الإسرائيلي يعلن عن اشتباكات في قلب خان يونس إعلان يريد عبره القول أنه بات في عمق الجنوب وسط تقارير تشير إلى تعزيزات عسكرية إسرائيلية في مناطق شرق خان يونس فأي إنجاز يريده الإسرائيليون في جنوب غزة؟ وهل ستكون المعركة طويلة؟ نقش هذا البعد العسكري وما يحصل في جنوب قطاع غزة مع ضيفنا في الستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقعد دكتور صالح المعيطة دكتور صالح أهلا بك معنا المعركة الآن في خان يونس في جنوب قطاع غزة ما شكل هذه المعركة في خان يونس في ظل الحيز الجغرافي الضيق والكثافة السكانية العالية هناك؟ كل شكر على هذا السؤال واسمح لي أن أقتبس ما قلتم ماذا يريد أن ينجز العدوب في جنوب أو منطقة خان يونس أعتقد قوات الاحتلال أدركت تماما أنها غير قادرة على إنجاز المهمة في شمال القطاع ولهذا السبب تراجعت وسحبت بعض القوات ولم تنجح في تحقيق الأهداف لذا لجأت إلى ما يسمى تقطيع القطاع شمال وسط جنوب وعندما لا تمجد أهداف ولا مواقع للقوات القسام قامت بالتقرب من شمال شمال خان يونس باتجاه الجنوب وطوقت القرارة حتى تقطع الاتصال نحن نسميه الاتصال العسكري أو خطوط التنسيق والتماس بين لواء وسط غزة لأن كتائب القسام أيضا تنظيمها واته بنظام الألوي والكتائب تقطع الاتصال العسكري والتعاون بين لواء وسط غزة ولواء وسط خان يونس ولهذا السبب كان الجهد الرئيسي من الشمالي إلى الجنوب مع بعض التقدم من الشرق باتجاه من خزاعة وعبسان الجليدة وعبسان الكبيرة الضغط على المدينة القصبة على افتراض كما أشرت أن الجهد الرئيسي لحماس وقيادتها وقواتها ومواقعها والرهائن كما أشارت قد تكون المعركة صعبة في خان يونس صعبة جدا لماذا؟ لأن ما تقوم بإسرائيل هو البحث عن أهداف مفترضة وليس حقيقية وهذا يجعلها مرة نجدها بالشمال ومرة بالجنوب مرة قصف الطيران مرة استطلاع دكتور صارح ما رأيك في هذه الخطة؟ هل هذه الخطة مدروسة؟ أن يكون هناك عدة جبهات وهي لم تستكمل أهدافها في شمال غزة وهي الآن تنتقل إلى معركة أخرى كبيرة وصعبة كما تصفها في خان يونس ما رأيك في هذه الخطة العسكرية؟ الخطة العسكرية دائما إسرائيل بستراتيجيتها لأول مرة تغير هذا المعتقد دائما بعقيدة القتالية مع دول الجوار وبحروبها حتى مع غزة تعزز النجاح ولا تعزز الفشل نجد أنها مصرة دائما وأبدا في هذه العمليات التي دخلت الشهر الثالث أنها تعزز بعض الفشل الذي حصل معها وهذا يعود أنها تمتلك فائز من القوة فائز من القدرات العسكرية العسكرية 100 ألف في الشمال و100 ألف جندي بالجنوب بقدرات جوية ودبابات فلا تعاني من نقص القوات فتحاول قدر إمكان هي التقطيع أوصال القطاع وورقة الضغط على السكان لتفريغ المنطقة لسببين إذا عدنا إلى الوراق قبل أيام نتنياهو كان ينادي بمنطقة آمنة أو عازلة يريد أن يعمل توب فرزون يعني منطقتين عازلات لغلاف غزة لحماية المستوطنات ويزيد العمق أعتقد بطول حوالي 62 كيلو وبعمق لو أخذ 1 كيلو أو 2 كيلو كأنه بيأخذ 30% من مساحة القطاع وهو يقول للولايات المتحدة أريد أن أعمل مثل ما عملت تركيا في شمال سوريا وعملت بفرزون منطقة عازل عشان طبعا هذا لا يمكن أن يتحقق في ظل الكتافة السكانية الموجودة العالية مقاررتها طيب وهنا المشكلة أيضا كما استمعنا قبل قليل مع زميل من رفح حتى رفح التي ينزح إليها النازحون إن كان من شمال غزة أو إن كان من جنوب غزة هي تقصف الآن فما السيناريو؟ ما الذي تسعى إليه إسرائيل؟ هي تسعى إلى الضغط مزيد من الضغط وتفريغ المنطقة من السكان لتعتقد أنها ستجد أرض فارغة تتحرك الدبابات بحرية لأن الدبابات لا تقاتل في المناطق المبنية وهنا تضعها أهداف للكمان تريد أن تضغط على السكان ماذا بعد؟ دعنا نسأل ماذا بعد رفح؟ ماذا يمكن؟ الآن رفح حوالي 2 مليون ضغطتهم من خان يونس باتجاه رفح هل يمكن أن يطلب السكان الآن هم يضغطوا باتجاه الخروج من رفح؟ وهذا هو الخطر الذي يراقب العالم ماذا بعد رفح؟ ورفح كما أشار تقريركم تتعرض للقصر نعم إسرائيل تبحث عن نقاط تقول تقدمتني هل هي تريد أن تهجر الفلسطينيين تدفعهم بالنهاية أنه في ظل العدد الكبير من القتلى والوضع المأساوي أن تدفع بهم للخروج بهم يطلبون الخروج من غزة؟ هي تتمنى ذلك وكل استراتيجية إسرائيل وعقدتها وتنادفها سياسيا وإعلاميا وعسكريا يهودية الدولة هي ما يقلقها هو ديموغرافيا الفلسطينية الضاغطة سواء بالضفة وإلا بخط الأخضر وقطاع غزة الديموغرافيا الفلسطينية الضاغطة تستصور إسرائيل 2050-2070 كيف ستكون الوضع؟ هي تحاول تفريغ تبحث عن الديموغرافيا وتتخلص منها لتقول نحن دولة يهودية وتلغي مسألة عودة اللاجئين أعتقد لن تستطيع وتحاول أن تؤيد سيناريو حرب الـ 48 وحرب الـ 67 كانت البيئة الدولية والإقليمية تختلف الآن الرأي العام والاتجاه العام وهنا السؤال ربما أيضا دكتور صالح هذر يمكن أن يكون لصالح الفلسطينيين الضغوط الدولية على إسرائيل عسكريا هي الواضح أنها مستمرة في التصعيد بشكل تصاعدي بشكل كبير جدا هل هذا لأنها ليس لديها الكثير من الوقت إسرائيل ليست لن تقاوم أو بالأحرى الولايات المتحدة لن تستطيع التغاضي أكثر عما يحصل في غزة لوقت طويل؟ نعم هي ليست تحت ضغط الوقت كوقت هي تحت ضغط وقت الإدارة الأمريكية الإدارة الأمريكية لم يبقى إلا 10 إلى 12 سهر ستدخل الانتقابات الإدارة الأمريكية تدرك إذا لم تكبح جماع إسرائيل سيكون هناك تغير في الإدارة الأمريكية حتما الإدارة الأمريكية أعطتهم أربع سبيع أن ينجزوا الأهداف وأعتقد الأهداف لن تنجز لسبب بسيط جدا وقلت أكثر من مرة الأهداف العسكري التي وضعت من قبل القيادة السياسية غير مترابطة والأدوات والوسائل التي تستخدمها إسرائيل غير تختلف غير متناسقة مع الأهداف تحرير الرهائل لا يمكن أن يأتي بقوات عسكرية ومئات الدبابات شكرا جزيلا لكم اللواء المتقاعد دكتور صالح المعيط الخبير العسكري